ما هو المطلوب بشكل موجز تتركونني وشأني أترككم وشأنكم شأني نشر فكر أهل البيت باللسان والقلم لا شأن لي لا بسياسة وأحوالها ولا بالمرجعية وشؤونها ولا حتى بالمجتمع وتفاصيله نشر فكر أهل البيت بعيدا عن سياستكم وعن مرجعيتكم إذا ما اتفقنا على هذا لا بد أن يكون اتفاقا عشائريا مو اتفاق أمامنا اتفاق أمامنا غدارة فجرة سفلة أصحاب العمائم هتلية لا بد أن يكون الاتفاق عشائريا ما يرتبط بالبرامج السابقة والأحاديث السابقة هذا راجع إليكم ترفعون انتقاصكم من أهل البيت من كتبكم ترفعون مجالس الخطباء التي تنتقص من محمد وآل محمد كمجالس وائلي وأمثاله فإنني أرفع برامجي أما أن ترفع برامجي وقذارتكم موجودة على حالها هذا لا يمكن أن أفعله أبدا هذا أمر راجع إليكم ترفعون قذاراتكم حينئذ أقوم برفع برامجي في الرد على قذاراتكم تلك ولا بد أن أخبركم أنني أتحدث مع مراجع النجف هناك العديد من الرسائل تصلني من تلامذتكم من وكلائكم المهمين وليس اليوم عبر سنوات ماضية يقولون لي تعال إلى النجف وافتح لك مكتبا هنا وجئنا بأموال من إيران صدقوني يا مراجع النجف هذه الرسائل تأتيني من داخل مكاتبكم من تلامذتكم من وكلائكم نصا هكذا يقولون لي منها ما هو مكتوب عندي ومنها ما هو شفهي منها ما هو بشكل مباشر ومنها ما هو بالواسطة يقولون لي تعال إلى النجف وافتح مكتبا هنا وفر لنا الأموال الرواتب ونحن سندوس رؤوسهم بالمدس صدقوني وحق قرآني محمد وآل محمد هذه الرسائل تأتيني أنا لا أعبأ بهذا الكلام لكنني أقول لكم هذا الواقع الذي أنتم فيه هكذا يقولون لي يقولون لي من أن دين محمد وآل محمد هو هذا الذي تطرحه أنت وهؤلاء دينهم دين ضلال لكننا لا نستطيع أن نعترض وحياتنا ومعاشنا ومعاش أسرنا بيد هؤلاء يقولون لي تعال إلى النجف وافتح مكتبا كبيرا واجلب لنا الأموال من أي مكان من إيران من تركيا من الإمارات هذه دول تعطي أجلب لنا الأموال ونحن سندوس رؤوسهم بالمدس صدقوني هناك من المراجع الموجودين الآن أقصل لي رسائل ووعودا وليس من واحد من أكثر من واحد من دون طلب مني وأنا لا أعبأ بكل هذا أنا أرهل جميعا في سلة واحدة يقولون لي من أن المرجعية إذا أصبحت لنا وأزحنا محمد رضا السيستاني فإننا سندعوك بشكل رسمي إلى النجف وسنضع بيدك كذا وكذا وكذا أنا لا أريد أن أتحدث بالتفاصيل فربما ستعرف هذه الشخصيات وأنا لا أريد أن أتحدث عنها وصدقوني هناك من وجه لي دعوة في هذه الأيام بعد الأربعين أن أكون في النجف وهناك برنامج كبير مرتب لذلك لكنني لا أبهلي بهذا لأنني أرى الجميع في سلة واحدة مشكلتي ليست مع الأشخاص مشكلتي مع المنهج ولذا أقول اتركوني وشأني أترككم وشأنكم وإلا فأمامي خيارات عديدة تحدثت عن بعضها وستعود بالأذى الكبير عليكم أنا لست راغبا فيها لكن سياق العمل سيقودني إليها هذه هي طبيعة الحياة وهذه طبيعة العمل وهكذا تجري الأمور هناك كلام كثير لو كنت جالسا معكم وراء الأبواب لحدثكم عنه فليس كل كلام يمكن أن يذاعى أو أن ينشر على شاشات التلفزيون نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر